استقبل عمدة نابوليا الإيطالية جايتانو منفريدي والية بوجدورة الصحراوية الديه محمد شداد التي تؤدي زيارة عمل إلى إيطاليا وأفادت وكلة الأنباء الصحراوية أن اللقاء جرى بحضور رئيس مجلس المدينة ذنسينزا أماتو ووفد من ممثلية الشعب الصحراوي بالإضافة إلى ممثلة جبة البوليساريكو بإيطاليا فاطمة حفظ الله سيد علال وخلال اللقاء أكد عمدة ورئيس مجلس نابولي الدعم القوي من إدارة المدينة الإيطالية وشعبها بأكمله للشعب الصحراوي وأكد أن العلاقات الثنائية مع الجمهورية الصحراوية لطالما تميزت بالروابط القوية بين المجتمعين والمشاعر المتينة من التقدير والأخوة